بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا من خلال قناة عين التعليمية اليوم مدتنا التدخل المبكر عنوان درس اليوم الشراكة الأسرية أهداف اللقاء لهذا اليوم أولا أريد أن أتعرف على مفهوم الشراكة الأسرية أهداف الشراكة الأسرية مبررات الشراكة الأسرية طرق وآليات الشراكة الأسرية ذكرنا سابقا أن الأسرة تعتبر وتمثل حجر الزاوية في برامج التدخل المبكر لأن الطفل دائما يتعلم المهارات الأساسية من الأسرة لأن الأسرة هي المعلم والمربي الأول للطفل يتمثل حجر الزاوية تدخل مبكر في التعاون بين الأسرة وبين البرنامج حيث يسهم كل منهما بنوعا من الخبرة والمعرفة فالأسرة تعد المحور الرئيسي في حياة الطفل وهي الأكثر معرفة باحتياج الطفل والأكثر معرفة بنقاط القوة للطفل ونوجوانب القصور لديه وكذلك العاملون هم الذين لهم الخبرة ولهم المعرفة العلمية بماذا استراتيجيات ودعم التعلم وتحديد الأطفال ذوي التأخر النمائي والإعاقات ونجاح التعاون بين المختصين وبين الأسرة يعتمد على وجود فهم مشترك للتدخل المبكر بين الأسرة والبرنامج ولهذا لا بد من التأكيد على أهمية وفوائد الشراكة الأسرية الآن سوف أتعرف على فوائد الشراكة الأسرية دائما تعود مشاركة الأسرة في برامج التدخل المبكر بالفائدة المتنوعة سواء للطفل أو للعاملين وكذلك على المجتمع الذي يعيش به الطفل أول فائدة سوف نتعرف عليها بالنسبة للطفل ماذا يستفيد الطفل من مشاركة الأسرة زيادة فرص النمو والمتاحة للطفل تحسين إمكانيات تعديل سلوك الطفل إذا الأسرة شاركت تعرف الطفل ما هي السلوكيات المرغوبة فيها أو غير المرغوبة وذلك لأن العاملين في البرنامج والأسرة يصبحون أكثر ثباتا في التعامل مع الطفل في البرنامج وكذلك في المنزل ثلاثة ازداء ازدياد احتماليات تعميم الاستجابات دائما الطفل إذا تعلم المهارات أين يعممها؟ يعممها في حياته اليومية والواقعية والتي تكون أين؟ في المنزل وينقل أثر التدريب وأثر التعلم من المركز إلى المنزل مثل المهارات الاستقلالية المعلمة علمت الطفل كيف يلبس الجكيت أو كيف يلبس القميص هنا يبدأ الطفل أن يعمم وينقل أثر التدريب في المنزل أن الخدمات المقدمة للطفل تصبح أكثر شمولية وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الطفل هذه هي فوائد الشراكة الأسرية بالنسبة للطفل الآن أريد أن أعرف فوائد الشراكة الأسرية بالنسبة للأسرة ماذا تستفيد الأسرة من الشراكة الأسرية؟ إن مشاركة الأسرة في خطة الخدمة الأسرية الفردية المقدمة للطفل يساعدها في اكتساب المهارات اللازمة لتدريب الطفل وتعليمه الاستجابات المقبولة ذكرنا سابقا أن الأسرة هي الأساس في برنامج أو الخطة الخدمة الأسرية الفردية المقدمة في برامج التدخل المبكر ودائما الأسرة هي التي تساعد فريق العمل في وضع الأهداف التي تطلب منهم تحقيقها للطفل وحسب احتياج الأسرة من الطفل اثنان أن مشاركة الأسرة تقود إلى أن تصبح الأسرة أكثر تفهما لحاجات طفلهم للمشاكل التي يواجهها والأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها أيضا من غوائد الشراكة الأسرية للأسرة تزويد الأسرة بالمعلومات الضرورية حول مصادر الدعم المختلفة التي يحتاجها الأسرة والمتوفرة في البيئة المحلية لهم ولطفلهم أربعة أن مشاركة الأسرة غالبا ما تقدم اقترحات حول سيبل التغلب على التحديات اليومية الناتجة عن تربية الطفل دوي الإعاقة من خلال الدعم المختلف لطل الأسرة أما فائدة الشراكة الأسرية الخاصة بالعاملين مع الطفل في برامج التدخل المبكر أول فائدة أن مشاركة الأسرة في تخطيط وتنفيذ برنامج الخدمة الأسرية الفردية تؤدي إلى فهم أكبر لحاجات الطفل وحاجات الأسرة يعرف العاملين ماذا تحتاج الأسرة من الطفل ماذا تريد الطفل من الطفل الخطط التعليمية الخطط العلاجية أو التأهيل من قبل العاملين في البرنامج اثنان أن مشاركة الأسرة تسمح بحصول العاملين في البرنامج على تغذية راجعة هل استفاد الطفل من برنامج المقدم هنا تحدث التغذية الراجعة من الأسرة هنا فائدة العاملين مع الطفل وفائدة الشراكة الأسرية وتجعل الخدمة ماذا مفيدة وتساعد في تحسين وتطوير الخدمة المقدمة للطفل من خلال التغذية الراجعة من الأسرة أن مشاركة الأسرة الفاعلة توفر فرصا تمينة لتدريب الأطفال على المهارات ذات الأولوية إذا الأسرة تحتاج من الطفل أن يتعلم مهارات الاستقلالية تبدأ المعلمة بتعليم الطفل مهارات الاستقلالية إذا لم تشارك الأسرة في هذا البرنامج أحيانا يحدث خطاوة ويحدث ماذا وضع أهداف غير مهمة لأسرة أعلم طفلي مسك القلب أحرص دائما قبل أن أعلم طفلي مسك القلب تدريب الطفل على العضلات الدقيقة على حسب احتياج الأسرة أن مشاركة الأسرة تزيد من فرص نجاح جهودهم حيث تصبح الأسرة أكثر اهتماما بمتابعة أداء الطفل خارج الروضة أو خارج البرامج التدخل المبكر وفي نهاية لقائنا الجميل هناك تدريب منزلي تقوم به الأسرة مع الطفل ذوي الإعاقة وهو تدريب على الإمساك بالأدوات الصغيرة والقطع الصغيرة ودائما الفئة المستهدفة أو العمر المستهدف هو العمر من الميلاد إلى عمر ثلاث سنوات أعلم طفلي على الالتقاط وعلم طفلي على الالتقاط دائما أحرص على تعليم الطفل من خلال ماذا الأشياء الموجودة في البيئة أو من خلال اللعب أطلب من طفلي من خلال اللعبة أن يختار السمكات التي باللون الوردي يساعد هذه المهارة على التقاط ماذا الأشياء الصغيرة أو الأشياء الدقيقة بهذه الطريقة بهذه الطريقة وتضع نورها في السلة هذه المهارة تساعد على ماذا تنمية العضلات الدقيقة التركيز التركيز ومعرفة المهمة المطلوبة للطفل يختار الطفل وماذا يختار الشكل ويلتقط الشكل الذي يريده من خلال اللعب بالأسماك الموجودة هنا كذلك أطلب من الطفل اللعب بالأشياء الصغيرة أو الأشياء الدقيقة أن يضع اللون الأخضر عاموديا أو أحيانا هذه اللعبة أشارك به أخوانه العاديين أو أصدقائه في الحي أو من أقاربه من خلال تعلم التقاط الأشياء الدقيقة التقاط الأشياء الدقيقة ضع اللون الأخضر ثم ضع اللون الأحمر بهذه الطريقة أعلم الطفل ماذا؟ التقاط الأشياء الدقيقة إذ لم يوجد لدي ألعاب في المنزل أطلب منه التقاط الأشياء الدقيقة في البيئة التي حولي يلتقط الأشياء مثل عود الأسنان، القلم، يرفعه أحرص دائما أن أعلم طفلي على مهارة الالتقاط والإمساك بالأشياء الصغيرة ودائما العمر المستهدف من عمر صفر إلى عمر كم؟ إلى عمر ثلاث سنوات إذا كان الطفل صغير مرة أخلي ماذا؟ يلتقط الأشياء الموجودة في الأرض يأتي بماذا؟ بقطعة حلاو أو يأتي بلعبة في الأعمار الصغيرة جدا أشكر لكم حسن استماعكم لرقاء اليوم وأطلب من الله لي ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته